ضرب الجزاء. مش جون لا هي ضرب الجزاء. سيبك مجون. ضرب الجزاء. والله العزيم حرام يا كابتن اللي انت بكعمله ده يا كابتن. لا حرام والله العزيم لا. حق الله يا ده جون يا جادة. عد يلغي جون ويحسب ضرب الجزاء. ده انت مش طبيعي يا كابتن على فكرة. لا والله العزيم حرام نحن بنعترض. الله ناور الرجالة صح. هي مش ضرب الجزاء هي المفروض تتحسب جون فين. فينا احنا? انتو معمين. انتو انتو بتشجعوا الاهلي يلا? بتشجعوا الاهلي? كابتن هي ضرب الجزاء صح? بتعندك حق ملون في المية ضرب الجزاء. وتردع الحيوان اللي كان بيعترض ده. سلام عليكم. انت المدرب صح? وانتو اللاعب. ان شفت بني ادم فيك وعد نص الملعب خصم امتين جنيه. خصم امتين جنيه وبالزعبلاوي دي. وحلبه. واخدلي بالك اهي? ها? ها? شوف طاولة ازاي بتوصل لحد مينية سمنود هناك ايه? اه من هنا المينية سمنود هجيبة. الله ان شاء الله تجري الحد هجيبة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتش الاهلي خلص مع الالومنيوم. طبعا ما نقدرش نقلل من الالومنيوم ابدا ابدا. فرقة صعادة واعدة. يا مخرجة مواهب. ويا ما عملت حاجات كواسة كتير. اه ما عنديش تعليقات بس غير شواءات حاجات. واسئلة محتاج كولر يجاوبني عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم معلش عشان ده بيعمل لي توازن لانه ممكن اقع كده وكده. اه شو بير. ما لعبش قدام بيرامجز ويلعب قدام الالومنيوم. ده سؤال. يعني ما يحتمل الاجابة او عدم الاجابة حسب بقى هو عايز ايه. عشان بس محتاجة افهم. لان انا عقلي اعمل هنا. يعني عقلي وقف هنا وقال لي بقول لك احنا مش فاهمين. يعني بقى لانا ولا انت فاهمين. فاحنا محتاجين حد تالتي فاهمنا. فانا ما اش فاهم الحتة دي. اه سؤال نمبر تو. اه عمر كمال ما يلعبش بيرامجز ولا هو كان مصاب? كان مصاب? اذا عمر كمال ممكن اعديها لانه ممكن يكون كان مصاب انا مش فاكر الصراحة. ولكن لو مش مصاب. وما يلعبش في المتشاط الكبيرة ده هي. اه يعني برضك هحتاج عجابة من عمي كولور. اه تالت هام. ليه? وده سؤال بقى مش لعمي كولور. ليه بيرسي تاو? بيرسي تاو اه انا بحبك جدا انت ولي عيش البتاو. ولكن اه الوحيد اللي كان بيعرف يخترق الناس كما الهواء والبخار كده يخش جوا اجسامهم هو دان الشبح. فانت مش بيرسي الشبح عشان تعمل الحركة دي. ايه? ما ممكن نعمل يعني مهرتين تلاتة ونشوت. يمكن تيجي يمكن نبقى جماعيين اكتر. ولكن الله ينور على كل الرجالة النهاردة. لا ننسى حق محمد هاني صاحب الهدف تزديدة جميلة. محمد هاني من اكتر الناس اللي بيولاق الانتقاد. ولكن جاب لنا الجون كسبنا النهاردة فلازم نقول له برافو يا محمد هاني. والله ينور عليك وتسلم رجليك يا حبيبي. ونتمنى لك دوام التقدم والازدهار. وده اللي احنا بنتمنى من كل اللاعبين ان كل اللاعبة تبقى كويسة وتقدي وتلعب. وتبقى كويس. احنا بننتقدكم ليه عشان عايزين كنتوا كويسين زي ما الاب بيمسك ابنه. ويقعد يلبه على العضاه يعني. يقعد يلبه يلبه ليه? عشان عايزه بقى كويس عايزه بقى احسن منه. افهم كده? السلام عليكم وراحمة الله وبركاته. الله يبدا.